السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهار ده بنتكلم في حلقة جديدة من كورس اردوينو. حلقة النهار ده ان شاء الله هتتكلم عن هي عبارة عن نوع من انواع الزاكرة اللي بنستخدمها في متحكم تلتمية تمانية عشرين. اللي هو المتحكم اللي موجود على بردة اردوينو اي متحكم عموما هتلاقيه على بردات الاردوينو بيحتوي داخليا على نوع الزاكرة ده. طيب ايه اللي خلينا نستخدم نوع الزاكرة ده او ايه الخصائص المميزة للنوع ده من الزاكرة. النوع ده من الزاكرة اللي بيميزه ان هو بيحتفظ بالبيانات اللي فيه حتى بعد انقطاع الطيار الكهرابي عن بردة الاردوينو. طيب ايه اهمية ان احنا نستخدم حاجة زي كده? ان انت لو عايز تحفظ بيانات في الزاكرة دي بشكل دائم. تمام? حتى بعد انقطاع الطيار عن الاردوينو وتقدر ترجع لها تاني. ما فيش اي مشكلة. طب هي اي اصلا انواع الزاكرة المختلفة اللي بيدعمها الاتي ميجا. انواع الزاكرة. اول حاجة الفلاش ميموري ودي اللي انت بتحط عليها الكود او لما بتحرق الكود الكود بيتحرق عليها. ودي اللي هي تنين وتعيتين كيلو بايت. تمام? من المواصفات الخاصة باتي ميجا تلتمائية تمانية وعشرين بي. تاني حاجة. الاس رام. ودي الرام بتاعتك. دي زاكرة او المتغيرات بتتحفظ في الزاكرة دي. كمان العنوين بتاعة بتتحفظ في الاس رام. موجود لها مكان في الاس رام. تمام? يبقى دي اي متغير انت بتكتبه في الكود بيتم حفظه في الاس رام. النوع التالت اللي هو الاس رام في بوردة اردوين او او على متحكم ايتي ميجا تلتمائية تمانية وعشرين. اتنين كيلو بايت. الساعة بتاعتها. طيب. تالت نوع من انواع الزاكرة اللي هو ودي زاكرة قابلة للمسح والكتابة واعادة الكتابة. وبتحتفظ بمحتواها بعد انقطاع الطيار الكهربائي. الفلاش ميموري نفس الكلام بتحتفظ بمحتواها والدليل على كده لما بتفصل الاردوين او بتفصل الباور عن الاردوين وتيجي ترجعه تاني. الكود بيشتغل بالوظيفة المختلفة بتاعته زي ما هو. لكن النوع بتاع الاس رام اللي بيتحفز فيه اللي انت بتستخدمها داخل الكود. النوع ده من انواع الزاكرة المتطيرة. وبالتالي مجرد ما تقطع الطيار الكهربائي عن البردة مش هتلاقي اي بيانات خاصة بالحاجات اللي اتحفزت على الاس رام. خلاص يبقى احنا كده عرفنا انواع الزاكرة المختلفة. الاي برم بساعة كام? زي ما احنا شايفين. ده متحكم ايتي تلتمية تمانية عشرين. الاي برم فيه ساعتها واحد كيلو بايت. تمام? يبقى دي الساعة بتاعة الاي برم. يعني احنا نقدر نخزن لحد واحد كيلو بايت بيانات داخل الاي برم. طبعا الاي برم اختصار هي قابلة للمسح واعادة البرمجة بطريقة كهربية. باستخدام نبضات كمان نوع من انواع الروم. ده نوع من انواع الروم او مش معنى ان هي ان هي للقراءة فقط. لا دي انواع من انواع الروم في انواع كتيرة للروم بتتبرمج. تمام? هي مقصوب بيها ان هي بتتبرمج مرة واحدة. يعني فاهم يعني بتتبرمج. وبعد كتا تفضل محتفزة بالمحتوى بتاعها. ويه? المحتوى ما يتغيرش الا ازا تم برمجتها مرة تاني. الاي برم في منها اكسترنل وفي منها انترنل. احنا هنتعامل في حلقة النهاردة مع الانترنل او المدمجة او المضمنة داخل شريحة الاتي ميجا تلتمية تمانية عشرين. وفي منها انواع تانية بتبقى او خارجية زي اللي احنا شايفينه ده. وبساعات مختلفة بتبدأ من واحد كي واحد كيلو بايت وطالع. اتنين كيلو اربعة كيلو تمانية كيلو ستاشر اتنين وتعاتين اتنين ستة وخمسين واحد ميجا. وبتشتغل ببروتوكول الاي سكوار سي ده بالنسبة للخارجية. ده بالنسبة للاي برام الخارجية. طيب. احنا في حالة النهاردة هنشتغل على الاي برام الداخلية. طيب نشوف اللاي براري بقى اللي هنستخدمها. هنستخدم المفروض جاهزة هتسهل عننا التعامل مع الاي برام. تمام? هي دي اللاي براري اللي احنا نستخدمها. زي ما انت شايف بالنسبة للاتي ميجا تلتمية تمانية وعشرين الاي برام بتاعته عبارة عن الف اربعة وعشرين بايتس او واحد كيلو بايت. ده بيبقى اربعة كي. طبعا اردوينو. ميجا. الزاكرة بتاعته عبارة عن اربعة كي. مية تمانية وستين وتمانية. دول بيبقى الزاكرة او الاي برام الداخلية الخاصة بهم عبارة عن خمسمائة واتناشة بايتس. دي مجموعة الجاهزة او مجموعة الدوال للجاهزة المفروض ان احنا نتعامل معها لما نيجي نتعامل مع الاي برام. او الفانكشن فيهم والفانكشن بتاعت الريد. طيب دي دلة الكراءة من على الاي برام. يعني لما نعوز نقرأ محتوى على الاي برام طبعا الاي برام في تمانية يعني واحد بايت. يبقى انا كده عندي كام? عندي الف اربعة وعشرين مكان داخل الزاكرة. الف اربعة وعشرين مكان. كل مكان حجمه او عرضه تمانية او واحد بايت. طيب. لما نيجي عايزين نقرأ محتوى مكان من اماكن الزاكرة. اكيد لازم ان انا احدد المكان ده. بعد كده اخد البيانات اللي موجودة في المكان ده حطها في متغير من نوع بايت. هو ده الهدف من الفانكشن بتاعت الريد. زي ما هو مكتوب. الفانكشن بتاعت الريد بتقرأ. بايت من الاي برام. خلاص? خلي بالك. اماكن الزاكرة. اللي ما تمش الكتاب عليها. او انت ما كتبتش عليها اي حاجة وجيت تقرأ محتوىها تلاقي محتوى امتين خمسة وخمسين. رقم امتين خمسة وخمسين. يعني التمانية بيت بوحيد. خلاص? يبقى امتين خمسة وخمسين لما تطلع لك. اعرف ان اللوكيشن ده ما تحطش فيه بيانات. بتاعتها بتتكتب ازاي? اي اي بيروم? تمام? كلها كابيتل. بعد كده دوت ريد. وبتكتب له الادرس ما بين الكوسين. طيب الادرس بتاعك بما انك. زاكرة داخلية واحد كيلو بايت. يبقى من زيرو لالف تلاتة وعشرين. اللي هم الف اربعة وعشرين مكان في الزاكرة. طيب الادرس وده اللوكيشن بيستارت من زيرو. وبتريتيرن الدلة دي. بتريتيرن ايه? اكيد اللي هروح اجيبه من مكان اللي انت حددته لي في الزاكرة. في البداية الكود بيتكتب ازاي? بتقول له بعد كده. بتعرف له. زي ما هو كاتب كده ده. هو في البداية عرف متغير اسمه ايه? وده له قيمة. في البداية بزيرو. بعد كده عرف متغير تاني. طبعا المتغير ده من نوع انتجر. بتغير ده من نوع انتجر. بعد كده في بعرف السيريال. بعد كده قال له طب انت مش انت بتقول لي. هنا انا بريتيرن يعني المفروض المتغير اللي انا حط فيه القيمة ما هو لو انت حطيت انتجر مفيش مشكلة انت تحط جوه يعني مفيش مشكلة. اهو هنا حطوا قيمة اللوكيشن ايه? اللوكيشن ايه اللي هو اللوكيشن او المكان رقم زيرو في الزاكرة. هو هنا اعتمد ان اللوكيشن بياخد زيرو. لازم يبقى انتجر ليه? لان اللوكيشن بيتراوح من صفر الالف تلاتة وعشرين. لو هو يبقى تمانية يعني اقصى قيمة من زيرو لانتين خمسة وخمسين. تمام? يبقى لازم الادرس يبقى انتجر اهو. طيب. يا اما كان يدخل له الصفر مباشرة هنا. بعد كده عرض المكان على السيريال مونيتر وزود القيمة بواحد وهكذا. يبقى دي اول دلة في تاني دلة في هي الرايت. ودي اكيد اللي بتعمل كتابة في الزاكرة. واكيد بتدي الفونكشن دي الادرس والفاليو اللي انت عايز تحطها في المكان. الخاص اللي انت حددته. وببساطة بتكتب عبارة كل اللي بتعمله ان هي بتكتب في الزاكرة. يعني بروح حط في اللوكيشن اللي انا بحدده. ركز واحد. بتتكتب ازاي بتاعتها. وبتدي له الادرس والفاليو اللي انت عايز تحطها في المكان ده. اللي هي بتاخدهم الادرس من نوع زي ما شفنا في الحالة اللي فاتت. الفاليو من نوع يعني بيتراوح من صفر الامتين خمسة وخمسين القيمة بتاعته. بعد كده الدلة دي ما بترجعش اي حاجة. بيقول لك خلي بالك ان ده بيتكلم هنا في الحالة دي على بتاعته. اللي هي الداخلية. بيقول لك بتاخد تلاتة وتلاتة من عشرة ملي سانية. علشان تعمل اي عملية كتابة. تمام بتستغرق تلاتة وتلاتة من عشرة ملي سانية. والنهاية كمان عايزين نتكلم عن خاصية مهمة من خواص الاي اي بي روم. الاي اي بي روم مش مفتوحة ان انت تعرف تكتب وتقرأ اللي عليها طول العمر. لا. الاي اي بي روم ليها ميت الف رايت اريز سايكلز. بمعنى كل لما اكتب على الاي اي بي روم انا بعمل اريز للمحتوى بتاع اللوكيشن. انا ما بعملش اريز هنا في الفانكشن بس هو في البيجراوند او اللي بيتم فعليا انه بيمسح اللي في المكان ده لما باجي اعمل رايت بيمسح اللي في المكان ده اللي انا محدده ويحط القيمة الجديدة. العملاء دي سايكل. يبقى كده اتعمل سايكل. هنا الماكسموم سايكلز ميت الف سايكلز. يبقى الزاكرة دي ميت الف سايكلز. يعني لما اجي اعمل تطبيق وحب اخزن مسلا قيمة معينة في الزاكرة ما تقوليش اخزن القيمة دي كل ثانية. ده معناة ان بعد ميت الف ثانية او ميت الف مرة تسجيل او تخزين الزاكرة هتبقى غير صالحة للاستخدام طب الزاكرة كلها ولا اللوكيشن ده بس اللي انا محدده لا اللوكيشن ده بس تمام هيبقى او هيبقى خلاص اللوكيشن بايز في الزاكرة لا تعرف تقرأ منه ولا تكتب عليه خلاص يبقى ده البيهيفير او السلوك اللي بتسلكه الزاكرة في حين انتهاء عدد السايكلز بتاعتها يبقى ده بيتسمى اصلا الانديورنس او العمر الافتراضي بتاع الزاكرة طيب ام تقول ان هي هتجيب الميت الف سايكلز اقول ده في حالة توفر حاكتين او الكلام ده بيعتمد على نقطتين اول نقطة ان الفولت سابت ما بيتغيرش وهو خمسة فولت ما فيش ريبل ده بيزود العمر بتاع تاني حاجة او درجة الحرارة بتاعت الجو المحيط درجة الحرارة المثالية هي خمسة وعشرين درجة مقوية في معدل تاني او في خاصية تانية من الاي بروم اسمها هو مدى احتفاظ الاي بروم بالبيانات اللي فيها الاي بروم بتحتفظ بالبيانات اللي فيها لمدة عشرين سنة في حال ان درجة الحرارة كانت اكبر من خمسة وعشرين درجة مقوية لو درجة الحرارة جايت خمسة وعشرين خمسة وعشرين درجة مقوية ممكن تحتفظ او بتفضل محتفظة بالبيانات لمدة حوالي مية سنة ده الكلام ده كلام نظري طبعا. تمام بيتغير بتغير العوامل المحيطة. يبقى انت كده عندك عاملين مهمين في تمام او عدد طبعا هنلاحظ ان لما نتعامل مع خارجية هنشوف ان شاء الله ده في حلقة ان هي بتوصل لمليون عملية مسح وكتابة. لكن النوع الداخلي ده بيبقى اقل شوية في من الانواع الخارجية. كمان تخلي بالك من او ان هي بتحتفز بالبيانات لمدة قد ايه. وده طبعا يعني مش هنقعد عشرين سنة طبعا الكود بيتنفز. ده حاجة يعني كبيرة كمان. المهم يعني لازم تخلي بالك من الحكاية دي. ما تقعدش تهدر في الفاضي. تمام? ما روحش كاتب الكود ده. هو بيحطه في علشان يتنفز مرة واحدة. لو راح حطه في هيقعد يتكرر بسرعة الميكرو كنترولر يبقى الموضوع ده هيتم او اللوكيشن هيبوز بعد الميت الف سايكلز او يعني مسلا من سبعين الف سايكلز لحد ميت الف سايكلز. هتلاقي ان حصل خلاص. اللوكيشن ده ما عادش عارف يقرأ منه ولا يكتب فيه. باز. طيب يبقى ده بالنسبة للفانكشن بتاعة الرايت. بعد كده الفانكشن بتاعة ابدات. الناس مشكورين عاملوا فانكشن داخل فانكشن دي بدل ما انا عضاهات ضر رايت لو انا اللي انا بكتبه او الكويمة اللي انا بكتبها في مكان الزاكرة ما تغيرتش فاستخدم الابديت ده احسن. يعني بدل ما تستخدم دوت رايت يستحسن ان انت تستخدم ايه برهم دوت ابديت في الحالة دي هيشوف الكويمة اللي انت هتبعتها لو مكان الزاكرة دلوقتي فيه رقم اتنين وانا بابعت اتنين فمش هيكتب حاجة لان كده ما فيش اختلاف في القيمة فهيوفر لك عدد بتاعة الايه? هيوفر لك عدد لانه ما بيكتبش في الزاكرة الا ازا كان الرقم اللي هيكتبه مختلف عن الرقم اللي موجود في الزاكرة. خلاص? فابديت تبقى افضل من طيب بالنسبة بقى لو انا هجيب حاجة من الزاكرة ولكن مش هجيبها على هيئة تمام? قمال هجيبها على هيئة ايه? لا ده بقى مختلف. لو هي لو هم مثلا هروح اجيب من الزاكرة خمستاشر مكان وارا بعض. فبدل معه دعم وكل مرة بواحد. لا هستخدم مرة واحدة. لو انا برضو هخزن فالفلوت ده بياخد اربعة فبالتالي محتاج اربعة اربعة اماكن وارا بعض. هو الكلام ده بيتم اقدرته بتاعت الجيت. يبقى انا لو هستخدم حاجة اي حاجة تانية يبقى استخدم الجيت لو انا مسلا عايز استخدم خلاص. يبقى الجيت ده بقى هستخدمه في الاراية. البوت بقى في الكتابة. خلاص يبقى الجيت والبوت الجيت بجيب من الزاكرة الري وارا بعضها. البوت لما باجي اخزن الري داخل الزاكرة. طيب اخر حاجة وهي جاهز اسمه ايه ايه بقى الكلام ده? بيقول لي ده بيستخدم لما اجي احط حاجة في مكان في الزاكرة او اخد حاجة من مكان في الزاكرة زي بالزبط ولكن اسهل في التعامل. يعني بص هنا على الكود. لما جاه يقرأ حاجة من الزاكرة قال له ايه بروم زيرو. حط هنا. وراح حاطت الكلام ده في الفاليو. في متغير اسمه. يبقى القيمة دي هتحطه في الفاليو. لما جاه يكتب في الزاكرة قال له ايه بروم اوف زيرو. ده كده بيرايت. يبقى ده بيريد وده رايت. دول يعني نفس الكلام او بديل لاستخدام الريد و الرايت. بيعمل نفس ونفس الشغل بالزبط في الباكجراوند. ولكن هما يعني حطنلك ده بحيس يبقى ايه بدل ما تستخدم تو فانكشنز يبقى اختلاف بس ما بين قبل اليساوي او بعد اليساوي. وتعمل زي ما انت عايز. يبقى احنا كده اتكلمنا عن كلها الخاصة باليو بروم لايباري. طيب بالنسبة الكلير. ده لو عايز امسح حجم الزاكرة. طبعا انا ما بستمع. ما فيش اي توصولات. الكلام ده بيتم داخليا. داخل المتحكم. كل اللي عملوا هنا في المثال ده علشان يمسح حجم الزاكرة استخدم حاجة اسماها دوت لينز. لما بكتب حاجة دوت لينز بيجيب اللينث بتاع الاي بروم. مقصود بها ايه هنا? الاي بروم في الاردينو اونو الف اربعة وعشرين بايت. في الاردينو ميجا اربعة كيلو يعني اربعة تلاف ستة وتسعين بايت. فانا لو مش عارف الاي بروم حجمها كان فبستخدم اي بروم دوت لينز. هنا هو عايز يعمل من المكان زيرو لحد المكان الف تلاتة وعشرين ده معنى الاي بروم دوت لينز اللي هو جاب حجم الاي بروم بطريقة تلقائية من هنا بدل ما انت تقعد تكتبها لو انت مش عارف. ويه اي بلاس بلاس وبعد كده قال له ايه بروم زيرو. لما بترايت زيرو داخل الزاكرة يعني انت بتعمل بتمسح الزاكرة. بتمسح الكلمة اللي موجودة في الزاكرة وبتصفرها يعني. فده المثال بتاع ريد ورايت احنا شفنا خلاص مثال جاهز. آآ جيت ممكن تبقى انت مش وصلة جيت قوي. بص هنا جيت. لما جاي استخدم float استخدم جيت. خلاص لما جاي استخدم float او اداله الادرس بتاعه اللي هو محدده من هنا. واداله اللي هو عايز ايه? هنا الفكرة ان انت هنا ما بتدالوش بقى حاجة تقوله ده بيرترن كزا حطو في المتغير كزا لأ انت بتدي له هنا المتغير اللي هيروح يحط فيه الكلام ده. خلاص يبقى في ال جيت والبط بتدي له المتغير. البط برضو ده مثال عليها بتديل برضو الادرس وبتقول له روح رأية الكلام ده فيه. رأية الـ variable او قيمة الـ variable اللي هو الـ f وروح رأية الكلام ده في المكان كزا في الزاكرة يعني ما بتقولوش حاجة يساوي الكلام ده يبقى دي مجموعة الامثلة طيب تعال نشوف مثال على الكلام ده لو عايزين بقى نعمل مثال ووضح لنا الكلام ده فهنقول له هاش include تم اضافة تقدر تستخدم اللي فيها ما فيش ما فيش اي بتعرفها في البداية ولا اي حاجة مجرد ان احنا هنا على طول هنيجي نعرف تمام احنا بالزبط هنكتب في واحد بس يعني احنا كده وصلين الاردوين وهو طيب بعد كده نقول له اي اي بيروم ضد ابديت ليه هنقول له ابديته مش هنقول له عشان ما هتضرش لو الرقم اللي موجود ده اللي انا هحطه دلوقتي او رقم المتغير اللي انا هحطه مسلا هعرف هنا متغير من نوع هقول له ده اسمه اي اكول زيرو طيب لو انا هنا هاجي في ابدت طبعا بدخل له الادرس انا اقول مسلا هخزن كلام ده في زيرو في الزاكرة او المكان رقم زيرو في الزاكرة هخزن القيمة بتاعته طيب لو طلع اصلا المكان zero في الزاكرة هو فيه صفر من الاساس لو طلع فيه صفر او تم وضع فيه صفر المرة اللي فاتت او المرة اللي انا قبل ما حط فيها كده ورايح هو المفروض يحط فيه صفر تاني لو انا استخدمت هنا ايه برام دوت رايت ايه اللي هيحصل هيروح يمسح الكلام اللي في اللوكيشن ويحطه مرة تانية يحط القيمة اللي انا حطيتها هنا هنا بقى هيروح يقارن القيمة اللي انا باعتها بالقيمة اللي موجودة في الزاكرة دلوقتي الحالية طبعا في اللوكيشن ده لو تساوت معها مش هيعمل اي مش هيعمل اي عملية كتابة وكده بيوفر لعدد السايكلز فعشان كده انا مش هستخدم ايه برام دوت رايت في اي حالة حتى من الاحوال عشان عاودك ان ان انت تستخدم ايه برام دوت ابديت فهنا مسلا انا مش هخزن بقى زيروح هخزن عشرين ففي الحالة دي زي ابديت لان اصلا مكان الزاكرة دلوقتي بما اني مخزنتش في اي حاجة هو محطوط فيه متين خمسة وخمسين زي ما قلنا مدام انا مخزنتش فيه قبل كده طيب نبدأ نحرق الكود على الواضعية دي المفروض يروح يخزن رقم عشرين في الزاكرة طيب هو كده خلاص خزن الرقم طيب بص كده كده الاردوينو واصل اهو انا هشيل اليو اس بي اهو انا كده شلت اليو اس بي كده الاردوينو مش واصل تمام هبدأ ان انا اعمل كود يقرأ محتوى الزاكرة فعشان اقرأ من الزاكرة هعمل ايه يبقى المتغير الاسمه الاي ده خليه نعمله كده هقول لك مسلا هعرف بايت واقول له زيرو وبعد كده بدل ما هقول له كده هقول له ايه بيروم دوت ريد وبديله اللي انا كنت مخزن في القيمة قبل كده اللي هو وزيرو والكلام ده بيروح لي مين ليه بعد كده هقول له القيمة اللي جاية لي على يبقى انا كده بريد من الزاكرة انا كده بريد من الزاكرة طيب ابدأ احرق الكود طبعا قبل ما احرق انا كده مش موصل الاردوينو ابدأ ان انا اوصل الاردوينو ها بص كده الاردوينو واصل ها ابدأ ان انا احرق الكود واول ما الكود يتحرق المفهوم ان نفتح السيريال مونيتور يوصل للقيمة الاديمة اللي هي عشرين تتطبع لي على السيريال على السيريال مونيتور بص كده لما افتح السيريال طبعا البودريت مختلف خلي البودريت هنا تسعة ستمية زي ما انت شايف طبعا للقيمة اللي انا خزنتها مع اني فصلت الاردوينو فصلته كباور بس فضل محتفظ الاي بروم بالقيمة اللي انا حطتها فيه قبل كده اللي هي عشرين وكنت اعملها بأبديت طيب احنا كده عرفنا الاراية والكتابة من الاي بروم طيب افرض انا عندي دلوقتي الري في انا مسلا هقول له كده اكس مسلا وهعملها بالمنزر ده وهكتب كده طبعا ده بالطريقة العادية ما ينفعش يعني ما ينفعش انا بخزن في المرة الواحدة هنا باستخدام او او افضيت واحد بايت في المرة واحد بايت واحد بايت في المرة واحد بايت في المرة فهنا بقى هستخدم ايه بدام هي الري لو انا كنت استخدمت الطريقة العادية يعني تعالى كده لو انا هستخدم الطريقة العادية علشان احط المتغير ده علشان احط الاراية دي هعمل كده بالزبط لو انا عايز استخدم طريقة او 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 اقول له اي اي اكوال زيرو اي اصغر من طبعا احنا قلنا فايدة الفونكشن بتاعة صايز اوف دي قبل كده وهقول له اي بلاس بلاس هاجي هنا داخل الفور لوب هقول له الاتي هقول له اي اي بي روم دوت اوب ديت مسلا عشان نسبتها يعني لو عايز تكتابها راية مش هتفرق في الحالة دي وهتدي له اللوكيشن الاي خلاص الاي وبعد كده هتدي له القيمة اللي هي كام اكس اوف اي يبقى انا كده يبقى انا كده هخزن في الزاكرة الاراية دي اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعها خمسة ست سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر اللي هي بتتكون من اتناشر كاركتر هخزنهم في اتناشر مكان في الزاكرة من اول المكان زيرو لحد المكان حضاشر يبقى دول اتناشر مكان كل مكان فيهم هيحتوي على قيمة اللي هو هلو وورلد تمام كده ده بطريقة الابديت شوف استخدمت فورلوب علشان اعمل كده طيب ما فيه حاجة اسهل وفيه ده اسهل يعني ده نفس هتديني نفس الريزلت بتاع ان انا استخدم الاي بيروم ضت بوت خلاص طيب هتدي له ايه في البوت هتدي له اول لوكيشن في الزاكرة هتدي له زيرو وهو بعد كده ده بعدد الريف كاراكتر دي بطريقة تلقائية وبعد كده هدخل له خلاص مش هتدي له حاجة تانية هبدأ ان انا احرق الكود ده على الوضع الحالي ايه بيروم تمام الكود اتحرق هبدأ ان انا افصل الباور عن الاردوينو اهو انا كده فصلة الباور انا بس واعرافك حتة فصل الباور دي باعرافك ان هي تفضل محتفظة بمحتوية حتى بعد ما نفصل الباور طيب وبردو الكلام ده هكده هعمله وهاجي هنا اقول له كاراكتر خلاص لازم هنا بقى ابقى عارف عدد اللي انا هجيبها يبقى كده اتناشر تمام? واجي هنا بقى ايه? استخدم الفونكشن التانية اللي هي الايه بيروم دوت جيت واتدي له اول لوكيشن في الزاكرة واتدي له القيمة اللي هي اللي بناء على عدد الكاراكتر هيروح يزود القيمة دي هيزود اللي حد ما يوصل ان هو خلص عدد الكاراكترز اللي هنا الاراي بعد كده هقول له سريل دوت نبدأ ان احنا نحرق الكود على الوضع الحالي تمام نفتح زي ما انت شايف هلو وورلد تمام طبعة ايه بدون اي معاناة منك بدون اي استخدام لا في عملية ولا في عملية طيب الجزئة اللي بعد كده لو عايزين نعرف ازاي كل زمن معين نخزن نخزن قيمة متغير معين مسلا انا عندي اراية حساس تمام محتاج ان انا اخزن الاراية دي في الزاكرة او في كل وقت معين ما تقوليش بقى كل سانية انا عندي كده دلوقتي مسلا يعني في الحالة هي ميت الف تمام يعناها ميت الف سانية لو انا خليت مسلا التخزين كل سانية يبقى ميت الف سانية الزاكرة ما عادتش او اللوكيشن ما عادش هينفع استخدمه مرة تانية ميت الف سانية اللي هي تكافئ كام فقسم على ستين عشان احولها دقيقة هقسم على ستين عشان احولها ساعة هقسم على اربعة وعشرين عشان احولها ليوم فكده يوم وما في يعني يوم حتى اقل من يوم وربع هلاقي اللوكيشن ده خلاص باص تمام فده مش حاجة ايديل فده مش فكرة فكرة مش سليمة اننا اخزن حاجة كل سانية طيب لو انا خليتها كل دقيقة ميت الف دقيقة ميت الف دقيقة على ستين يبقى ساعة على اربعة وعشرين يبقى يوم هتقعد تسعة وستين يوم برضو دقيقة حل مش كويس طيب اخليها كل ادي ايه كل من خمس لعشر دقايق خلاص يبقى ده كل دقيقة حوالي سبعين يوم يعني لو خليتها كل خمس دقايق سبعين في خمسة بتلتمائة وخمسين يوم يبقى انا قربت هوت من سنة تمام يبقى انا قربت من سنة لو كل خمس دقايق ده في افضل الحالات يعني كل عشر دقايق بقت ديني اكتر من كده طيب لو انا عايز اقول له بالمفروض كل خمس دقايق انا مش هعمل كده علشان اورلي لك انا مش هقعد انتظر خمس دقايق علشان اسجل في الزاكرة باستخدام ايه استخدم طيب يبقى اقول له هنا unsigned long time 1 equal zero وهاجي هنا اقول له time 1 equal mills وهاجي هنا اقول له if minus time 1 تمام اكبر من او يساوي الف ده لو كل ثانية انا عايزها كل ثانية طبعا مش هعمل كده يعني خلينا كل عشر ثواني والكلام ده يتم المرة واحدة لان انا مش محتاج انا بس عايز اقول لك الفكرة كل عشر ثواني ايه اللي هيحصل كل عشر ثواني اجي هنا في الاخرى اقول له time 1 equal mills عشان اصفر العداد بعد كده هنا هقول له هعرف هنا مثلا او خليني هستخدم analog على طول إراءة analog إراءة analog معناها ايه معناها من zero لالف تلاتة وعشرين فبالتالي مش هينفع استخدمها بالوضعية دي فهقول له byt واقول له an مثلا equal map تمام analog read تمام كده ايه زيرو من صف لالف تلاتة وعشرين ده الكومة المتوقعة انا هخليها من صفر لانتين خمسة وخمسين يبقى انا كده حولتها من كونها اتنين بايت لبيت بطريقة سهلة طيب انا هخزن الكلام ده كله في الان بعد كده هقول له ايه ايه بروم تمام ضد write dot update طبعا انا هبقى عايز اخزن قيمة واحدة لمتغير واحد مش هستخدمها للوكيشن واحد في الزاكرة خلاص مش هستخدم الوكيشن واحد انا ممكن اعمل فكرة كويسة تمام? ان انا ورا كل لوكيشن ورا كل لوكيشن في الزاكرة اخزن عدد المرات اللي تخزن فيها بمعنى يعني مسلا لو انا قلت مئتين خمسة وخمسين بتخزن في كمية بيانات يعني قصد من الفكرة دي ان ممكن ان انت بقى تعمل فكرة انا هسيبك تفكر في الجزئية دي ان انت تعمل فكرة تستخدم فيها بتاعت الزاكرة كلها بحيس لو لوكيشن باز يبقى تقدر تنقل على اللي بعده هسيب لك الفكرة دي الابروم دوت ابديت طيب هابديت ايه? انا في المكان زيرو في الزاكرة اخزن في قيمة الان خلاص طيب اكل عشر ثواني هيخزن طيب بعد كده بقى هيقول له ايه بس عشان اوري لك انا على السيريال اللي احنا واقفين فين? سيريال دوت برينت لاين استورد قصة عشان احسسك ان هو كل عشر ثواني بيخزن القيمة طيب ادى الكود الاردين ووصل نبدأ نحرق الكود على الوضع الحالي الكود اتحرق طبعا برضو المفروض ان انا سيريال دوت برينت لاين ايه ان او خلي البرينت لاين يلغي دي وحط دي بعدها اشوف الكويمة اللي هتتخزن كام عشان تبقى انت شايفها طبعا هيستنى عشر ثواني بعد ما يتم عشر ثواني بالزبط هيبدأ يظهر لي يخزن الكويمة في الاي بروم او قال لي ستورد انا خزنت مية اربعة عشرين طبعا سايب الانالوج مش موصل عليه اي سيجنل للوقتي فاللي ظهر عليه عبارة عن نويز فاي الكويمة بقى ياخدها وكده عدى عشر ثواني تانيين راح مخزن تسعة وسبعين دي الكويمة الحالية للانالوج زيرو تسعة وسبعين طبعا اللي تكافئ يعني من زيرو انا خليت من زيرو الف تاتة وعشرين من زيرو الانتين كمسة وخمسين فتبقى عمل حسابك في الموضوع ده ستة وتسعين هستنى كمان مرة واروح قطع الباور تمام طيب انا كده بقى قطعت الباور اهو قبل ما يكمل عشر ثواني التانيين انا ممكن بقى اعمل ايه جوه نفس الكود ركز معايا جوه نفس الكود او هخلي مسلا هلغي الجزئية دي بس علشان اوريه لك ايه هروح هنا اي اي بي روم دوت ريد مسلا زيرو وبدل الكلام ده ممكن استخد مع طول السيريل دوت رينت لاين هطبع فيه الكويمة دي مباشرة من غير ما احطها في عادي خالص هبدأ ان انا احرق الكود على الواضع ده فاوصل الاردوينو قبل ما يعدي المفروض عشر ثواني الحق ان انا ايه نفتح السيريل تلاتة وتسعين كانت اخر كويمة تم حفظها لو انت فاكر تلاتة وتسعين دي كانت اخر كويمة تم حفظها فان شاء الله هنشوف الحلقة او الجزء التاني من حلقة الايه بروم ازاي نستخدم الاكسترنل واستخدام بروتوكول الاي سكور سي بكده تكون تانية حلقة من الارضة تلاتة وتسعيني اشترك وشير السلام عليكم اللوح اشتركوا في القناة